أطلقت الحكومة الفرنسية عملية ضخمة لشرطة هذا الأسبوع لترضي جميع التجار والمتعاطين من مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا وقد أدى تفشي الإتجار بمخدرات إلى دوامة من العنف في المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مما أدى إلى مقتل 49 شخصا في العام الماضي وحده وكان الرئيس الفرنسي إمانوال مقون قد أعلن قبل أيام قليلة من مارسيليا عن إطلاق عملية غير مسبوقة لمكافحة عمليات الإتجار بالمخدرات في ثاني كبرى مدن البلاد وبسبب الحملة الأمنية التي بدأتها الحكومة بدأت عصابات المخدرات بالبحث عن أماكن جديدة لممارسة تجارتها مثل بلجيكا ففي أحياء مارسيليا الشمالية يعتاش الكثير من تجار بالمخدرات وهذا يخلق حالة من الإزعاج ويغض السكان الطرف عن ذلك ومع ذلك تحدث حالات وفيات بسبب إطلاق النار ونزاعات في أوساط عصابات المخدرات هذه العملية الكبيرة التي تقوم بها الشرطة هي محاولة أخرى لوقف دوامة العنف هذه